زر تشتركه في القناة فاعد رجال زر تخطي لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل اهم ست نمازج متوقعة حسب احدث المواصفات للترم الاول لصف الثالث الاعدادي طبعا ده هيكون معنا الفيديو الاخير في سلسلة مراجعة ليلة اه الامتحان طبعا اه شفنا في الفيديوهات اللي قبل كده. كل سؤال في الامتحان وازاي نجاوب عليه وان شاء الله الفيديوهات ديت هنشوفها او الرابعة موجودة في الوصف اسفل الفيديو. خدنا طبعا طريقة الاجابة على سؤال المحادسة طريقة الاجابة على السؤال التاني في الامتحان هو سؤال طريقة الاجابة على سؤال القطعة وازاي نستنتج الاسئلة والاجابات بتاعتها بشكل اه صحيح. خدنا اه كمان اللي هو سؤال الاختيارات واهم جمل الاختيارات من كتاب المدرسة وكتاب الوركبوك واخدنا كمان فيديو ازاي نتعامل مع سؤال التصحيح اللي هو الخاص بالجرامر وطبعا كان الفيديو الاخير موجود لسؤال الكتابة ويعرفنا طبعا فيه اهم عشر موضوعات متوقعة والاجابات بتاعتها وازاي نتعامل مع السؤال دوت في الامتحان هنبدأ بالموديل وان او النموذج الاولاني السؤال الاول اللي هو السؤال الديالوج بقول يعني اكمل الحوار او المحادثة التالية طبعا ده سؤال في الامتحان عليه خمس درجات يعني كل نقطة او كل فراغ عليه درجة بنقرأ رأس السؤال كويس قوي لان ممكن اجابة السؤال او اي سؤال في المحادثة تبقى موجودة فوق في رأس السؤال يبقى انا كده فهمت حاجتين ان هو اشترى موبايل وكمان عرفت ان هو اشترى يستردى ده سؤال محتاج اجابة يبقى هنا بسأل بكلمة وين يبقى اتفقنا بجيب وقت سؤال تاني يبقى ده سعر او 8 طب ممكن تجي معي عشان اشتري واحد فهيرد عليه سؤال قال له يعني ممكن نروح النهاردة مساء طب نرجع بقى للحوار بقول له how are you خلاص حفظنا طبعما قال لي how are you يبقى المفروض هنقول ايام ونحط كلمة او ايام السؤال التاني بقول له وين دي دي يو باي ات احنا عرفين كلمة وين بتسأل عن وقت او الزمن اتفقنا لو في كلمة وين يبقى نحط وقت عندي كلمة دد قلنا بنصب كلمة دد وبنحول الفعل الى فعل ايه ماضي يو بنحولها لكلمة اي يبقى هبدأ بي كلمة اي الماضي من باي يبقى نحط كلمة بوت ات المقصوبة اللي هو الموبايل طبعا في رأس السؤال اللي عرفنا في وقت محدد يبقى هنقول يستر داي اي اجابة تانية غير كلمة يستر داي هتبقى اجابة غلط لانه هو محدد لي الاجابة طب سؤال اجابته حفظنا سؤال سابت لما جاسأل عن السعر او التمن في اكتر من سؤال اهمهم هنقول هاو ونحط كلمة much is it او how much is the mobile طبعا قلنا بقى how much is it how much does it cost or what price or what is the price of the mobile can you come with me to buy one ممكن تيجي معي عشان اشتري واحد طبعا السؤال هنا بدء بفعل مساعدة يبقى لجابة yes او no من خلال الحوار عرفنا ان هو هيروح معه يبقى هنقول yes of course i will ودي كلمة come او i can come او او اوكي i will come طبعا we can go this evening يبقى هنا بيسأل عن الوقت يبقى هنبدأ نصف هم يبقى كلمة when عندي في الاجابة فعلي مساعدة اللي هو كلمة كان يبقى هنعمل عملية المقص يبقى هنقول when can ونحط كلمة you وممكن اقول لها هنا كلمة we ما فيش اي مشكلة خالص يبقى when can you او when can we ونحط كلمة go يبقى يا ترى هنروح امتى يبقى هقول له we can go this evening اهم حاجة هنتعلمها من المحادسة نحن لازم نقرأ المحادسة كلها الاول على بعضها وبعد كده نحط اه الاجابات السؤال التاني طبعا قلنا بيجيب لي ست كلمات اربع كلمات فيهم بيكونوا على المعنى معنى الكلمات وكلمتين بيكونوا على الجرامر طب لما بنجاوب عندنا اربع فراغات مفروض الاربع فراغات دولت منهم تلاتة على الكلمات ويجملة واحدة بس على الجرامر طب نتعامل ازاي بنقرأ الكلمات اللي فوق ونشوف معناها بنقرأ الحوار كله او التكست كله الاول وبعد كده نبدأ نحط الاجاب مديني كلمة look مديني كلمة looking مديني كلمة comfortable مديني كلمة reviews مديني كلمة car ومديني كلمة ship بول ايام space forward to our trip to الازهر بارك يعني تطلع الى رحلة الى الازهر بارك اللي حضرتكة الازهر the park opens بتفتح at 9 am تسعة صباحا and it takes about an hour يعني المسافة بناخد تقريبا ساعة to get there by space what time shall we come to get you يعني نفوت عليك امتى بيكلم واحد يعني صاحبه كده the online space about it are fantastic the garden is very big and there lots of things to do يعني هناك في حاجات كترة ممكن نعملها and see make sure that you wear space shoes نرجع بقى للسؤال الاولين هنا ايام خلاص خفزنا ان كلمة امي هجيب بعدها فعلي 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 ان جيه يبقى الحل هنا هنحط كلمة looking يبقى ايام خدنا طبعا يتطلع الى الازهر او looking forward to our trip to الازهر park the park opens at 9 a.m. and it takes about an hour to get there by ها يبقى هيروح به تمام يبقى نحط كلمة by car what time shall we come to get you the online ها يبقى online يبقى نحط هنا كلمة reviews اللي هي القراء على الانترنت يبقى كلمة reviews اللي هي القراء على الانترنت about it are fantastic the garden is very big and there are lots of things to do يعني يوجد كثير من اشياء ممكن نعملها انسي طبعا هنا بنقول there are ما فيهاش مشكلة make sure that you were ترتدي اه يبقى هنا نحط كلمة comfortable اللي هي مريح يبقى كلمة comfortable shoes اللي هي حزاء مريح طب نروح لسؤال بعد كده اللي هو سؤال القطعة بيجيب لقطعة والقطعة ديها المفروض هيكون عليها ستة اسئلة تلاتة اختيارات وتلاتة انصر طب بول محمد صلاح is my favorite sports star قلنا بنقرأ القطعة كلها الاول وكده بنشوف الاجابة المناسبة يبقى هنا معناها نجم الرياض هي بليز هي المقصوب بها اللي هو مين شطار محمد صلاح football for a very good team in England يعني بيلعف فريق كويس في انجلترا cold خدنا طبعا كلمة cold بمعناء يسمى he is very good at scoring goals يعني shorter او مهر في احراز الاهداف he is a fast runner يعني سريع محمد صلاح has usually got a big smile دايما على وشو ابتسامة he is quite short لحد ما قصير for a footballer he is one point seventy five meters tall ده الطول بتاع he has got dark curly hair طبعا قلنا dark اللي هو اسود يعني وكيرل اللي هو مجعد and appeared خدنا طبعا قبل كده لحية he is a kind person شخص طيب he gives money to build schools يعني ببرع بفلوس جيب هنا معناها يتبرع يعطي عشان بناء المدارس and hospitals انجب he also gives money to poor people he is very friendly دي صفات ودود and he was او he always talks to his fans خدنا طبعا كلمة fans اللي هم المشاجعين او المعجبين he has not got much time ما عندوش وقت فرق كتير for hobbies عشان يمارس هوياته but ولكن when he is at home لما بيكون في المنزل he enjoys خدنا طبعا enjoy معناه يستمتع بي بجيب بعدها اسمه وانجيب playing video games العاب الفيديو and watching films ومشاهدة الافلام he is famous as كلمة famous as يعني مشهور ك يعني اسم الشهرة بتاعه the Egyptian king اللي هو الملك المصري نروح لسؤال الاول على القطعة بيقول the passage can be بسج يلي القطعة اللي قدامني ديت يطرى ممكن تكون as base of محمد صلاح يطرى biography ولا article ولا كلمة poem ولا كلمة stories طبعا stories اللي هي قصص وكلمة poem اللي هي قصيدة article اللي هي مقال ولا biography كلمة biography طبعا خدناها اللي هي ايه سيرة ذاتية يبقى هنقول هنا بيحكي قصة حياة محمد صلاح والكلام ده يبقى هنحط كلمة biography طب اللي بعدها صلاح is friendly as لأن he always talks to his يطرى fans ولا fans ولا enemies ولا family طبعا يبقى هنا نحط كلمة fans اللي هما المشجعين the word space means gives money give money يعني يعطي مالي بقى مانا هيتبرع in the passage يبقى donates ولا drinks ولا eats ولا throws لا يبقى هنا كلمة donate خدنا طبعا قبل كده كلمة donate بمعنى يتبرع طب السؤال الاول في answer what is محمد صلاح's nickname ناخد بالناء الكلمة دي مش موجودة بشكل مباشر في القطع كلمة nickname اللي هو اسم الشهرة طب يا طرح هو مشهور بيه خدناه في القطعة يبقى زا ايجيبشن كينج تمام يبقى هنقول هي از نون او في مص يعني نون از زا ايجيبشن ونحط كلمة كينج السؤال البعض what is محمد صلاح good at good at يعني جيد فيه او شطر فيه الاجابة موجودة في قلب القطعة بشكل مباشر عندي he is very good at scoring goals تمام يبقى هنقولها اجابة كاملة هنقول he is good at scoring ونحط كلمة goals اللي هو شطر في احراز الاهداف give a suitable title to the passage give a suitable title يعني حط عنوان مناسب ليه القطعة القطعة بتتكلم عن مين عن محمد صلاح يبقى هنقول محمد صلاح دي ممكن تكون اجابة او ممكن نقول محمد صلاح از افيمس بلاير او محمد صلاح بعد كده السؤال الرابع في الامتحان عندنا اللي هو سؤال الاختيارات طبعا السؤال دوت هيجيب لي ست جمل ست جمل دولت عليهم تلات درجات يعني كل اجابة او كل سؤال بنص درجة الاسئلة ديت مش هتيجي كده بشكل عام لا هي متقسمة بشكل محدد قلنا بيجيب لي جملة على الاختيار حسب التعريف بتاع الكلمة اللي هو تعريفات بيجيب لي كلمة على المضاد اللي هي كلمة بيجيب لي كلمة على المرادف اللي هي كلمة بيجيب لي جملة على البريفيكس اللي هو المقطع يضاف اول الكلمة وجملة على الصوفيكس اللي هو المقطع اللي يضاف اخر الكلمة وكمان بيجيب لي جملة على استنتاج المعنى يعني يجيب لي كلمة مثلا في جملة وقل لك كلمة ديات معناها ايه نشوف كده الكلام ده بول اس بيس ازا باو او ازا بوت ذات كاريز او يعني بوت قارب بينقل الناس والبضايا عبر النهر يطرى بليت ولا بلين ولا فري ولا طير لا يبقى خدنا في التعريفات يبقى كلمة فري قلنا اللي هي المعدية اس بيس ازا اوبيزت كلمة اوبيزت اللي هي عكس او اجلي خدنا ان كلمة اجلي بمعنى ايه قبيح يبقى عكسها silly ولا attractive ولا unattractive ولا bad لا يبقى هنا اجلي قبيح يبقى عكسها كلمة attractive اللي هي جزاب peaceful has the same meaning طبعا ما قال لي كلمة the same meaning يعني نفس معنى يعني equals بتساوي طبعا نقولنا peaceful بمعنى هادئ يبقى يطرى بتساوي calm ولا quiet ولا noisy ولا a and b اه نخبنا بقى لو جاب لي فكرة a and b a and b ديات يعني الاجابة الاولى والتانية طب نشوف هنا calm معناها كلمة quiet اه يبقى هنا هنختار الاجابة الاخيرة a and p to give the opposite opposite اللي هو العكس of usual عكس كلمة usual usual معناها معتاد we add the prefix طبعا كلمة usual عكسها unusual يبقى بنحط u in طبعا we can make the adjective نكون الصفة from use من الفعل use we add طيحنا عارفين ان كلمة use يبقى الصفة منها كلمة useful يبقى هنا بنحط ال prefix او المقطع if you السؤال الاخير my friend ali is smart the word smart here means اه كلمة smart احنا خدنا لها اكتر من معنى طب smart بقى بيقول لي here here يعني في الجملة دي يا طرى يقصد بيها ايه او تشير لايه يا طرى modern ولا traditional ولا new ولا intelligent لا يبقى هنا بتكلم على شخص يبقى هقول عليه كلمة intelligent اللي هو زكي نروح لي السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال complete او التصحيح الكلمة اللي ما بين قصين ودايما قلنا هيكون التصحيح على صيغة grammar يعني الخمس جمل دول بخمس درجات على grammar طب قول تلفزيونز اللي هي التلفزيونات are expensive than kittles تلفزيونات والغليات طبعا خدنا مفتاح الجملة دي قد كلمة ايه زان زان يعني اكتر يبقى الدرجة التانية او زان اكتر من او اقال من حسب المقارنة يبقى هنا ديها الدرجة التانية من المقارنة يبقى محتاجين مع الصفة الطاولة يا اما more يا اما لس طب هنا التلفزيونات اغلى يبقى اغلى هنا يبقى نحط كلمة more ونحط كلمة expensive يبقى more expensive زان طب لو العكس جاب لكلمة كتلز كنت هقول less expensive زان none of us want to buy these phones طبعا خدنا قاعدة بتقول ان كلمة none of بنجيب بعدها ضمير مفعول او اسم جمع ودايما الفعل يكون فعل ها شطار فعل مفرد يبقى كلمة want is على طول نفس الكلام ينطبق على neither of وizer of بنجيب اسم جمع او ضمير مفعول والفعل بيكون مفرد على طول bull five million new jobs يعني خمسة مليون وظيفة is an space amazed achievement خلاص حفظنا المؤثر يبقى الصفة اللي فيها ing وصف شعور شخص او وصف الشعور او الاحساس يبقى بنجيب الصفة اللي فيها اي دي هنا بتكلم على الوظائف يبقى هنا بقول عليها اللي هي مذهل او رائع يبقى هنحط كلمة amazing على طول طبعا ناخد بالنا من حاجة ان دي تعتبر كمية خلاص او عدد يبقى هنا بنجيب معا الفعل مفرد لوها كلمة is have you ever be to جيزة طبعا مع have او هاز قلنا بنجيب تصريف تالت للفعل يبقى هنحط كلمة been على طول semi pass his exam last week طبعا هنا المفتاح بتاع الجملة كلمة last week طالما جاب لكلمة last week يبقى انا بتكلم على ماضي يبقى هنجيب الماضي من كلمة pass يبقى كلمة passed يبقى معناه اجتاز الامتحان بتاع السؤال اللي بعد كده او الاخير في الامتحان اللي هو بقول لي write write بقى story write a review او write a biography اللي هي قصة او مقالة نقضية او وجهة نظر عن شيء قصة مثلا حدثت او كلام دوت من 110 مية وعشرة تقريبا في حدود او او اتناشر جملة on on بيجيب لي الموضوع طبعا عليه سبع درجات وده من اهم الاسئلة واكتر سؤال في الامتحان عليه درجات bullet types of transport اللي هي انواع وسائل النقل in your city في المدينة طبعا نتكلم بقى عن الباس وتكلم عن المترو بتكلم على الترين بتكلم على تاكسيز وهكذا طبعا الموضوعات ديت كلها مجابة في الفيديو الخاص ب اهم اه توقعات الخاصة بسؤال الكتابة اللي هما العشر موضوعات والرابط بتاع الفيديو هنلاقيه في الوصف تحت الفيديو دوت نروح لي النموذج number two او الامتحان التاني فين وقلنا طبعا خلاص بقى عليه خمس درجات بقول مازن هاز وان اه يبقى انا فهم توقعات من رأس السؤال ان مازن كسب مسابقة او فاز ب مسابقة طب مازر بتقوله يعني شكلك فرحان واي لماذا لو انا ما قردش رأس السؤال مش هقدر اجيب الاجابة اه سؤال اجابته it was about اديات المقصود بها اللي هي الكمبيتشن saving water will you get an award يا طرق هتحصل على جائزة فيرد عليه سؤال i will get it اديات المقصود بها اللي هي award اللي هي الجائزة next week can i come with you يعني ممكن اجي معاك نرجع بقى للسؤال الاول يبقى you look happy واي ليه انت شكلك فرحان الاجابة موجودة عندي يبقى هنقول because i لانه هو بقى اللي بيتكلم طبعا اي تاخد كلمة have يبقى i have وحطي كلمة one a competition يبقى لانك سيبت ايه المسابقة طب سؤال اجابته it was about saving water it ديات المقصود بها المسابقة يبقى هنبدأ بكلمة what ونعمل عملية المقص يبقى هنقول what was it about أو what was the competition about will you get an award طبعا من باقة الحوار عرفنا اكيد yes يبقى هنقول yes ونعمل المقص يبقى نحاول كلمة i يبقى yes i will get ممكن نقول one أو an award طب سؤال i will get it next week حفظنا طالما فيه وقت يبقى هنبدأ بكلمة when أو كلمة what time هنبدأ بكلمة when اهيط عندك كلمة will يبقى تعمل مقص ما بين الفاعل will يبقى what أو when will ونحط كلمة you get ونحط كلمة it وطبعا يبقى لإجابة next week can i come with you يعني ممكن أجي معك طبعا هي أمه أكيدة بها يقول لها طبعا yes يبقى yes of course أو sure أو certainly أو yes you can come with me نروح لسؤال الثاني خلاص بقى حفظنا نتعامل مع السؤال ازاي قلنا بنقرأ الكلمات وبنقرأ التكست كله على بعضه وبعد كده بنحط الإجابة مديني traditional اللي هي تقليدي أو قديم types أنواع tires إطارات oldest الأقدم older الدرجة الثانية من المقارنة وكلمة quality قلنا اللي هي جودة طالما جاب لأولدست وأولدر يبقى ديها تأكيد جملة الجرامر bulls the lizard industry اللي هي صناعة الجلود is one of the space in Egypt and our bags are the best space the lizard is very soft we sell many different space of boats in different colors for our or for your home the artists paint the boats with space Arabic designs Egypt has a long history of making beautiful carpets نروح بقى للنقطة الأولى بيقول the lizard industry is one of the طبعا جاب لهنا كلمة the يبقى طبعا محتاج الدرجة التالتة من المقارنة يبقى هنحط كلمة oldest اللي هي من أكثر من الصناعات في مصر طب our bags are the best خدناها على بعضها يبقى the best quality اللي هي أفضل جودة the lizard is very soft we sell many different space of boats طبعا أنواع يبقى هنحط هنا كلمة types على طول يبقى كلمة types of لأنواع من of boats in different colors يعني بألوان مختلفة for your home the artist paint the boats with space Arabic designs طبعا يبقى كلمة traditional اللي هي طبعا تقليدي أو قديم أو موروس يبقى نحط كلمة traditional نروح لي السؤال بعد كده اللي هو سؤال القطعة قلنا عليه 6 درجات بيجيب لي قطعة وعليها 3 جمل اختيارات و3 أسئلة answer تقريبا 99% من إجابات القطعة لو أنا قررتها بشكل كويس هلاقيها موجودة في القطعة نعرف أن الانترنت is very useful يعني مفيد المقصود هنا بكلمة it تمام اللي هو كلمة internet everyday يعني كل يوم although يعني برغم it is useful خدنا كلمة useful بمعنى إيه؟ مفيد and easy من شاطر يقول لي عكس كلمة easy صح يبقى كلمة difficult أو hard to use there are some problems يعني في بعض المشاكل we can face من شاطر فاكر كلمة face face problem صح يبقى معناها يواجه طب من شاطر يقول لي يحل مشاكل حد يقول لي أن أنا أشيل كلمة face ديات وحط كلمة برافو صح كلمة solve we should do many things to keep safe يعني في حاجة كتب نعملها عشان نبقى في أمان on the internet طب أهمها you shouldn't make friends with people you don't know online يعني من صاحبش أو من كونش صدقات مع الناس اللي إحنا ما نعرفهاش عبر الإنترنت you shouldn't tell your personal information معلوماتنا الشخصية ما نقولهاش to anyone لأي حد don't send your photos to people you don't know ما نبعدش الصور بتاعتنا لحد ما نعرفوش if you have a problem طب لو حصل بقى قبلنا أو قبلنا مشكلة ask for help نطلب مساعدة من a parent or teacher you shouldn't answer a phone call ما نردش على اتصال سواء كان call or video call from someone you don't know finally كلمة finally لما نعرفه في النهاية you must keep your password secret يعني يحتفظ بكلمة السر بتاعته خلاص تكون secret يعني محدش يعرفه طب نروح لي السؤال الأولين بيقول use based till your personal information to anyone يا طرى shouldn't ولا should ولا must ولا will لا يبقى هنا لا يجب أن يبقى هنحط كلمة shouldn't the internet is very يطرى الانترنت بيكون unimportant ولا lazy ولا useful ولا helpless لا يبقى كلمة useful طبقا للقاعدة والقطع الموجودة قدامنا as best means your father or mother يطرى grandfather ولا grandmother ولا parent ولا uncle لا يبقى هناك كلمة parent اللي هو أحد الوالدين سؤال الأنصر does the internet have problems هل يطرى الانترنت له بعض المشكلات طبعا يبقى هنقول yes ونقول it has طبعا كلمة it تاخد هاز مش هبقى طبقا ماشا طبنا كلمة does يبقى yes it has ونحط كلمة some problems ونحط فلسطب طب how must you keep your password طبعا الإجابة موجودة بشكل مباشر اللي هي you must keep your password secret تمام لما نجي نجاوب هنصطب how نعمل مقص you بنحاول الكلمة ايه i يبقى هنقول i must keep it ونحط كلمة secret يعني احتفظ بقى ايه سرا السؤال اللي بعد what should you do يا طرى بقى تعمل ايه if you have a problem if you have a problem يعني لو قبلك مشكلة الإجابة موجودة في القطع لو رجعنا هنا if you have a problem ask for help from a parent or a teacher تمام يبقى هنقول i should ask for يعني يطلب help او ممكن نقول advice وحط كلمة from a parent or teacher نروح بعد كده لسؤال رقم اربعة في اه الامتحان واتفقنا ان السؤال دوت ها خلاص حفظنا سؤال الاختيارات طيب سؤال الاختيارات قلنا قسمناه ازاي ها اتحافظي برضو سؤال هيجي على التعريف بتاع الكلمة سؤال هيجي على العكس سؤال هيجي على التساوي في المعنى سؤال هيجي على البريفيكس وسؤال هيجي على الصوفيكس ويجملة هتكون استنتاج معنى السؤال الاول بيقول اللي هي الالات الجديدة المعدات او الالات اللي هي الطرق اه طبعا ما قال لي بقى حاجات جديدة يا طبعا دي بنسميها ولا تكنولوجي ولا ترافيك ولا بولوشن طبعا يبقى هناك كلمة التكنولوجي اللي هي التكنولوجي the word ask كلمة ask has the same meaning كلمة has the same meaning يعني equals يعني بتساوي يعني synonym لي يطرى give ولا reply ولا respond ولا كلمة inquire خدنا ان الكلمة ask معناها يسأل يبقى بتساوي كلمة inquire معناها يسأل او يستفسر space is the antineme قلنا انتنيم اللي هي عكسة او مضاد يبقى دي مفتاح الجملة of colorful خدنا في المنهج او عندنا عكس كلمة colorful يبقى كلمة plain to give the opposite of expensive عشان نجيب عكس كلمة expensive expensive معناها غالي we add the prefix بنحط المقطع ايه في اول الكلمة طبعا expensive بنصف حفظنا عكسها inexpensive يبقى الاجابة رقم ب يبقى بنحط i in the word rub كلمة rub معناها يسرق can be a noun ممكن نحاولها الى اسم by adding اه يبقى بنحطولها ايه عشان نحاولها الى اسم فاعل طبعا rub يبقى جاي منها كلمة rubber lialess يبقى بنحط er you should keep your password secret لازم تحتفظ بكلمة السر خلاص بتاعتك بتكون secret يعني سرية يبقى ده معناها معنى كلمة secret هنا في الجملة دي means يا ترى known ولا common ولا famous ولا unknown لا يبقى هنا كلمة unknown يعني غير معروفة لحد يبقى كلمة unknown على طول طب السؤال اللي بعده زي ما قلنا السؤال رقم خمسة هيجيب لي خمس جمل بخمس درجات وده سؤال تصحيح خلاص على الجرامر فقط طب بول هايسم has created an ab ومديني كلمة yet طبعا ده مدرع تام has وتصفيف ثالت وجملة مسبتة يبقى سمح حد شاطر قال للإجابة قال لي احنا خدناها كتير حطينا كلمة already ايه ده هي already ممكن تيجي في آخر الجملة اه احنا قلنا ممكن already ما كانها في آخر الجملة المسبتة او ممكن تيجي بعد have او has I wasn't able to doing زى شوبينج خدنا في الوحدة الستة قلنا able to دايما نجيب بعدها مصدر بدون إضافات يبقى هنحط كلمة do على طول before the internet جملة حلوة نركز فيها يعني قبل استخدام الانترنت we has to find information in books حد بقى هيقول لي ده سهلة عند we وانت جبتلي هاز اقوم حطت كلمة have هقول لك غلط انت مركزتش ده هو بقول لك before زى internet يبقى بتكلم على دلوقتي ولا في الماضي لا ده قبل الانترنت اه يبقى الجملة هنا بتتكلم على past يبقى نحط كلمة had على طول ايا has loved swimming space ومديني for she was a child ركز بقى في جملة دي برضو مهمة طالما جاب لي مضارع تام هازو تصريب تالت وجاب لك جملة التانية past simple ماضي بسيط يبقى هنا الرابط بتاعنا بيكون كلمة since لان احنا خدنا since هي اللي قبلها مضارع تام have او هازو تصريب تالت وبعدها جملة ماضي بسيط نما for دايما نجيب بعدها مدة زمنية جمع طب here كلمة train طبعا اسم مفرد يبقى في المضارع بنحط للفعل ايه s يبقى هنحط على طول كلمة takes بمعنى يستغرق السؤال اللي بعد كده بولي رايت a review of about one hundred ten words on some of the items لبعض الادوات you have in your kitchen الموجودة في المطبخ بتاعك هنتكلم بقى على الادوات زي مثلا كلمة fridge زي كلمة toaster زي coffee machine والحاجات المهمة اللي احنا بنستخدمها في الكتشن وبنستخدم كل حاجة من دية طبعا زي ما قلنا ان شاء الله الموضوع دوت مكتوب من ضمن الموضوعات العشرة المتوقعة او المهمة في الامتحان ان شاء الله والفيديو موجود في الرابط تحت الفيديو دوت نروح لي الموضوع الامتحان رقم ثلاثة بيقول finish the following dialogue بول بسانت asks her father some questions بتسأله بعض الاسئلة hi dad how long have you worked at the bank طبعا how long بسأل بها عن المدة الزمني هل يطرى احط المدة زمنية بمزاجي ولا المحادسة بتقول لي اجابة محددة طب بول يبقى انا محتاج سؤال يبدأ بي اداة استفهام اللي هي كلمة سؤال يبقى هنا في كلمة يبقى هنجيب سؤال يبدأ بفعل مساعد السؤال هنا بدء بهاز هجاوب بيس او نو بمزاجي طب نشوف سؤال خلاص اجابة تكملتها يعني بمفردي يا طرح هل بحب الوظيفة بتاعتك نشوف السؤال الاول بقول how long have you worked at the bank طبعا هنجيب بقى اجابة كاملة how long بنسطبها عندي have بنعمل عمية المقص يبقى هبدأ بكلمة i have ونحط كلمة worked at the bank كل ده تحويل نقص بقى الاجابة هنحط كلمة for اقول اي رقم لا الاجابة موجودة يبقى اجابة محددة يبقى for ten ونحط كلمة years اي اجابة غير كلمة ten years هتبقى اجابة خطأ طب بتكلم هنا على مكان يبقى هنبدأ بكلمة where طب هل عندك فعل مساعد لا يبقى بمص على كلمة lift lift ديت مضارع ولا ماضي لا ده ماضي يبقى المفروض هنجيب كلمة ايه did يبقى هنقول where did i تحول لكلمة you ونحط كلمة first ها سمح حد شاطر بيقول لي خلي بالك لما تيجي بقى ترجع الفعل هتجيبه في اصله مصدر يبقى هتقول لي كلمة live يبقى where did you first ونحط كلمة live طب سؤال اجابته yes i traveled to the usa محتاج السؤال هنا يبدأ بيه ها فعل مساعد بمعنى هل هل موجود في الاجابة لا عرفنا تعلمنا بقى خلاص في الفيديو بتاعتك وين السؤال والمحادسة ان طالما الفعل جاي ماضي يبقى هنبدأ بكلمة شطار كلمة did يبقى هقول did وحط كلمة you ونحط كلمة travel to ونكمل the usa a اللي الولايات المتحدة الاي الامريكية يبقى did you travel to the usa يبقى yes i traveled to the usa طب has معناها هل هجاو بس او no my brother traveled with you هل اخويا اجي معك طبعا من باقة الاجابة يبقى لازم نقول no يبقى هنقول no he ونحط كلمة hasn't i went alone طب do you like يرجب حد قعد بقى في وظيفته عشر سنين يبقى من الطبيعي yes يبقى هنقول yes ونحط كما يبقى حول الكلمة i يبقى yes i ودي كلمة like تفقنا الكلمة your تحول لكلمة my ونحط ونحط كلمة job يبقى yes i like my job نروح لي السؤال اللي بعد كده زي ما قلنا اللي هو السؤال الكمبليت بيجيب لي ست كلمات ومحتاجين نكمل القطع بقول excited اللي هي فرحان opportunities خدنا اللي هي فرص areas مناطق improve يحسن rub معناها يسرق وexciting اللي هي مسير اوراق يبقى خلاص لقينا exciting وexcited يبقى هنا ده جزء الجرامر على الصفة المنتهية بي energy طب بقول that sent life initiative اللي هي مبادرة حياة كريمة is an space plan آه طالما قال لي an يبقى هندور كده على كلمة تبدأ ب حرف متحرك طبعا يبقى هنا هنقول exciting تمام يبقى an exciting plan that is really making a difference أنا تحدث فارق two about thirty two million people who live in rural خدناها على بعضها ها شطار يبقى كلمة air yes اللي هي المناطق اللي هي رفية energy the initiative aims to aims to يعني تهدف الى يبقى تحسين يبقى نحط كلمة improve اللي هي تحسين زا quality of public services للخدمات العامة it provides more health care better education and better job خدناها برضو على بعضها يبقى كلمة اللي هي فرص عمل since two آآ ساوذن آآ ناينتين اللي هي عشرين تسعتاش that the same life initiative has helped people in 377 villages to have clean أو to have clean water اللي هي الحصول على مياه نظيفة نروح لسؤال القطعة زا ما اتفانى بقى بنقرى القطعة كلها بعد كده بنشوف الأسئلة بول there is a master master يعني سيد يعني حاكم يعني أو شخص يملك أشخاص وأشياء who has a slave slave اللي هو عبد the slave who is ill-treated كلمة ill-treated معناها يساء معاملته يعني السيد بتاعه بيعمله بشكل سيء by his master يبقى السيد بتاعه دوت بيعمله بشكل وحش يعني run the way يعني هرب to the forest للغابة there كلمة there ديت معناها هناك ديت يبقى المقصوب بها فين صح يبقى الغابة he comes across a lion in pain يعني شاف أسد بيتألم because of a بسبب a thorn ليشوكة in his paw the slave bravely goes forward يعني قرب من الأسد and removes the thorn وأمشادد الشوكة ديت the lion without hurting him الأسد بقى من غير ما يقزي الراجل دوت goes away يعني مشي some days later the slave's masters comes hunting الراجل دوت اللي هو العبد شاف السيد بتاعه وهو جاي استاد to the forest and catches many animals واستاد بقى حيوانات كثيرة and cages them كلمة مهمة كلمة cage معناها يضع في قفص يبقى جاب الحيوانات اللي باستادت وحطائه في قفاص the slave is seen by the master's men اللي هو بقى الناس اللي شغالة مع الماستر دوت شافوا العبد الهربان دوت who catch him and bring him to the bad master أبدا عليه وادوه للسيد بتاعه the master asks for the slave to be thrown into آه أمر بقى انه ما يحطوه مع the lions أو into the lion's cage يعني في القفص اللي فيه الأسد يبقى معنا كده ان المفروض الأسد هيعمل ايه هياكل الراجل دوت طب المفاجأة the slave is awaiting his dis يعني خلاص بقى مستني انه ويموت in the cage when he realizes يعني أدرك that it is the same lion نفس الأسد that he had helped اللي هو إيه ساعده طب النتيجة the slave rescued the lion أنقذ الأسد and all other animals وكل الحيوانات طب سؤال ممكن يا طرى بقى يكون اللي السليف دوت أنقذ الأسد إزاي وكل الحيوانات نفكر كده يا طرى ممكن إيه اللي يعمله عشان ينقذ الحيوانات سمح حد شاطر أوت بيقول لي أنه ممكن open يعني يفتح لهم the cage اللي هي لإيه الأفص طب نروح للسؤال بقى الأول بيقول the word there refers to طبعا كلمة زير تشير لمكان اللي هي كلمة زير هي comes across طبعا المكان اللي بيكلم عنه يبقى the forest اللي هي الغابة the verb cages means put in a ناخد بنا حتى لو أنا مش عارف الكلمة ناخدها كده بالشبه كلمة cage معناها يضع في قفص يبقى هنا يضع في قفص يبقى يطرى بول ولا river ولا oven ولا cage لا يبقى كلمة cage يعني أنقذ زى يطرى lion ولا master ولا master's men ولا كلمة writer طبعا يبقى أنقذ زى lion اللي هو الأسد ولو أريد أن نكمل كمان other animals ليه الحيوانات الإيه الأخرى طبعا السؤال اللي بعده بول why was the lion in pain الإجابة موجودة مباشرة ليه الأسد كان بيشعر بالألم يبقى الإجابة هيت يبقى because of a thorn in his a paw يبقى هنكتب الإجابة because ونحط كلمة of a thorn in his paw who rescued يعني أنقذ زى lion and other animals يطرى من الأنقذ بقى الليون طبعا زى slave اللي هو العبد ونحط كلمة rescued the lion and other animals السؤال اللي بعده was the master a good or bad man يطرى بقى الماستر اللي هو السيد ده كان رجل جيد ولا سيء وممكن في الامتحان يقول لي and why يعني لماذا طبعا يبقى هنقول i think he was a bad man طب لو قلنا بقى ليه because he ها الكلمة اللي جيت في القطعة شطار حد قليل معناها يوسيء معاملة his slaves اللي هم العبيد بتو طبعا نروح بعد كده لسؤال الاختيارات خلاص بقى حفظنا الشكل بقول space means معناها to make people do something by giving them support يبقى مفتاح الجملة دي في كلمة support and advice اللي هي النصيحة يطرى encourage ولا damage ولا destroy ولا cyber pulley لا يبقى هنا كلمة encourage بمعنى يشجع the space of happiness is sadness happiness السعادة و sadness اللي هي الحزن يبقى الاتنين دولة متسويين ولا عكس بعض لا عكس بعض يبقى هنا antinim opposite synonym ولا a and b طبعا خلي بالي بقى من حاجة opposite يعني عكس اللي هي بتسوي كلمة antinim يبقى هنا الاجابة a and b right and correct كلمة right معناها صحيح وكلمة correct برضو معناها صحيح are يطرى بيكونوا antinim ولا synonym ولا opposite ولا subject لا يبقى هنا الاجابة رقم b يبقى كلمة synonym بمعنى متراضف to give the opposite of formal عايزين عكس كلمة formal خدنا formal معناها رسمي بقى العكس حافظنا بقى من غير ما نبص على الاختيارات يبقى كلمة informal بنحط i in the adjective calm can be an adverb calm عشان نحاولها الى حال by adding بنضيف طبعا calm الحال منها calmly يبقى نحط ال y bull people in rural areas خدنا كلمة rural معناها reefy work as farmers يعنى بيستغلوا كافة اللحين rural areas mean يطرى بقى المقصوب بكلمة rural ان ال y reefy يطرى the country ولا village ولا city ولا a and b ما هي كلمة rural معناها reefy يبقى خاص the country reef او the village اللي هي القرية يبقى هنا الاجابة a and b نروح لسؤال التصحيح bull when about visiting the museum خدنا في صغط الاقتراح تعبيرين اتنين يا اما what about يا اما كلمة how about اي واحدة في الاتنين يبقى هنقول how او كلمة what يبقى how about او what about i would prefer going somewhere حد يقول استنى ده الجملة صح حيات احنا خدنا ان كلمة prefer من ضمن الافعال بجيب بعدها ing يبقى نحط prefer going هقول لك ما خدتش بالك من would طالما في الحالة بينجيب يبقى هنا هنقول ونحط كلمة go طبعا مع كلمة زى قلنا بينجيب الدرجة التالتة من المقارنة من كلمة يبقى نحط كلمة اللي هي الاسوأ طب الجملة اللي بعدها بيقول هنا خلاص حفظنا بوصف شعور السياح يبقى هنقول الصفة اللي فيها ايدي بقى كلمة amazed بمعنى مزهولين كمال جملة مهمة جدا موجودة في كتاب الورك بوك ودي جملة ما بين السطور طب ايه معنى الجملة دي بقى مشان عندي كلمة بيتش هي الشاطئ اخد كلمة حد تاني هيقول لي لأ ده كمال عاقل اخد كلمة هو لا دا ولا دا هو نركز كده بقيت الجملة بقول ايه was very tiring tiring يعني مرهق او متعب ايه اللي كان مرهق او متعب ها حد يقول لي اه دا اللي هو ايه السباحة يبقى السباحة دي تغير عاقل يبقى هنحط كلمة which على طول ناخد بالنا من جملة زي دي طب السؤال اللي بعد كده اللي هو write a review عن a problem مشكلة you have faced or طبعا نخليها تصويف تالي طبعا كلمة faced or a bad experience او موقف سيء حصل لك برضو الموضوع دو مكتوب بالتفصيل وكمان مترجم بالعربي في الفيديو بتاع الموضوعات الخاصة بالكتابة وزا ما قلنا الرابط بتاعها هيكون في اسفل اه الفيديو نروح للموديل number four او نموذج الرابع بيقول نشوة is making a complaint خلنا طبعا كلمة complaint اللي هي شكوى او يقدم شكوى how can i help you يعني اساعدك ازاي i want to meet the manager يعني عايزة قابل المدير طبعا بسؤال because i want to make a complaint طبعا بسؤال تاني اجابته i bought a kettle but it didn't work يعني مش تغلت شي can you give me the kettle يعني ممكن تورها لي فبترد عليه what will you do طب هتعمل ايه فبيرد عليها باجابة how long will you take to mend it طب يضطرها تاخد وقت ادي عشان تصلحها كده عرفنا الموضوع او الشكوى بخصوص ايه وازاي ممكن يصلح طب i want to meet the manager سؤال اجابته because خلص حفظنا طالما كلمة because يبقى هنبدأ بكلمة ايه why يبقى هنقول why ونحط كلمة do you want to meet يعني ليه عازت قبلي the ونحط كلمة manager اللي هو المدير يبقى because i want to make a complaint سؤال i bought a kettle but it didn't work يبقى هنا b تقول له الشكوى بتاعتها يبقى دايما سؤال سابت what is the ونحط كلمة matter what is the matter what is the problem او what's wrong طب i bought a kettle but it didn't work can you give me the kettle يعني ممكن توريها لي طبعا هتقول له اوكي وممكن نقول بقى hear you ونحط كلمة are يعني اتفضل اهيت what will you do يا طرح تعمل في ايه طبعا من خلال الحوار عرفنا ان هو ايه هيصلحها يبقى هنقول i will طبعا بقى i او كلمة وي مش هتفرق i will ونحط كلمة mend ونحط كلمة it يبقى i will mend it او we will mend it how long will you take تاخد وقت قديه طبعا هنا مش محدد لوقت معين نحط بقى وقت مناسب مسلا هنشطب how long يبقى حول الكلمة i يبقى هنقول i will take i will take ونحط مسلا an hour اللي هي ايه ساعة مسلا او اي حاجة من ديت هتبقى اجابة اه صحيح نروح للسؤال التاني مديني كلمة ارغانايزارز قلنا لما المنظمين ارغانايزيشن اللي هي منظمة او مؤسسة كوصل والساحل اتشيب منت انجاز وكلمة يبقى دورت على الجرامر ايجبت هاز سبيس ون زا افريكا كب او نيشانز طبعا يبقى نحط كلمة هاز اريدي يعني كذبت كأس الامر الفريقية يعني سبع مرات طبعا يبقى دا يعتبر انجاز يبقى نحط كلمة اتشيب منت يبقى فانتاستيك اتشيب منت in 2023 the contest اللي هو السباق او البطولة يعني will be in ايفري خدناها طبعا على بعضها ايفري كوست اللي هي دولة ساحل العاج يبقى كلمة كوست there will be 24 countries and the games will be in six different stadiums the space are sure متأكدين that it will be a great success يعني هتنجح طبعا يبقى هنا بنتكلم على organizers اللي هم المنظمين يعني اللي هينظموا البطولة نروح لي سؤال القطعة ونركز برضو عشان فيها كلمات مهمة بول مني توريستس come to ايجيب بيجو مصر from all over the world يعني من كل انحاء العالم some of them كلمة زيم دي المقصوب بها مين شطار ليا توريستس come buy شب بيجو بي المركب او سفينة but most of them معظمهم come buy بلين يعني بيجو بلايه بطائرة ايجيبت 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 يعني مكان مشهور او محبوب او معروف فورة هولدية لقضاء الاجهزة يعني ممكن يزوروا ميني اكسايتن بليسيز and do many interesting things in alexandria في اسكندرية and horgad والغرداء they can enjoy peaches هناك يستمتعوا بالشواطئ and delicious food والطعام اللذيذ طبع ان كيرو في القاهرة they like to visit the pyramids بروح الاهرامات there يعني هناك يعني في البيرامد they ride camels and enjoy taking photos in all the cairo في القاهرة القديمة they visit many historical places اللي هي الاماكن الترخية the most famous place in all the cairo is اللي هي طبعا اشهر منطقة اللي هي خان الخليلي it's a famous or it's famous for its markets مشهورة بالاسواء and bazaars طبعا البازارات اللي هي الاماكن اللي بيع الطحف والحاجات الاسرية يعني they go to luxor and aswan to enjoy the high dam and the ancient temples والمعابد they always say that دايما بيقولوا Egypt is a safe country يعني بلد آمنة نرجع للسؤال الأول بقول the word they كلمة they refer to تشير لمن طبعا هنا مقصوب بكلمة زي هي they can enjoy طبعا يبقى بنتكلم على touristes لهم أسوية the word ancient is the same meaning as كلمة ancient خدناها لها قديم يبقى بتساوي طبعا يبقى very old Egypt is as best country طبعا يبقى كلمة safe country يعني بلد آمنة طبعا what can tourists enjoy in هورجادا في الغرداء يا طريق ممكن يستمتعوا بإيه موجودة بشكل مباشر أهيت في هورجادا وإليكساندريا they can enjoy and delicious food يبقى هنكتبها كلها إجابة كاملة طبعا يبقى هنقول they can enjoy the peaches and delicious ونحط كلمة food لو الطعام اللذيذ how do most tourists come to Egypt آه نخب بقنا بقول معظم السياح بيجوا لمصر إزاي تعني هو قال لي بعضهم بيجي buy ship ولكن most of them come by plane تمام يبقى هنقول most of them come by plane يعني بيجي بيجي الطائرة what is famous for the bazaars المنطقة اللي مشهورة بي البازارات طبعا الإجابة موجودة بشكل مباشر اللي هي خان الخليلي يبقى هنقول خان الخليلي طبعا أي سبلينج بقى مش هتبقى خطأ يعني ونكمل خاني الخليلي is famous for the bazaars السؤال الرابع اللي هو سؤال الاختيارات بول an space is something that happens in your life يعني حاجة بتحصل في حياتنا test ولا experience ولا experiment ولا test طبعا يبقى an experience قلنا لها تجربة أو موقف شخص the ant name اللي هو عكس of different is كلمة different يبقى عكسها طبعا متشابه يبقى كلمة the same essential equals كلمة essential معناها ضروري أو هام equals يبقى بتساوي important ولا low ولا happy ولا lazy لا يبقى هنا بتساوي كلمة important بمعنى مهم the suffix is based means been in the body been يعني ألم طبعا يبقى كلمة اللي هي الإجابة الرقم دي we add the prefix اللي هو المقطع is based to give the opposite of legal طبعا نعرف ان كلمة legal يبقى عكسها illegal يبقى بنحط i l he is bullish نخبنا من الجملة دي the word bullish here means بعضنا حافظ ان كلمة bullish معناها يلمع الحزاء ما خدش بالو ان كلمة bullish كمان خدناها بس بشرط طبعا ال b تكون b capital اللي هي بولندي اللي هي الجنسية يبقى طار هنا معناها clean ولا dirty ولا from Poland ولا lazy لا يبقى هنا كلمة from Poland يعني من بولندا عرفنا منين ان ال b هنا ايه capital لو كانت ال b small كنت هجيب كلمة clean بمعنى يلمع او ينظف سؤال التصحيح بول زي ويركت هارد وين زا كومبتشن طب هنا مفيش علامة زمن بس في فعل ويركت فعل ماضي يبقى انه محتاج الفعل ده زي وفي الماضي يبقى نحط كلمة one last year we build a new bridge طبعا هنا الوست برضو علامة ايه ماضي يبقى نحط كلمة built طبعا ده فعل شاز ب u i l t i haven't finished my homework already طبعا جملة منفية في المضارع التام يبقى في الاخر هنحط كلمة yet what do you must to do طبعا في حالة السؤال ان do بجيب معها كلمة have to اللي بتعبر عن ضرورة يبقى have to do you mustn't know the password before using the computer طبعا قبل ما نخش على الكمبيوتر يبقى لازم نعرف يبقى هنا هنحط على طول كلمة must you must know نروح لقى review بيكلم على handicraft you can buy اللي هي المنتجات اليدوية اللي احنا ممكن نشتريها برضو الاجابة موجودة في الفيديو الخاص بأهم عشر فيديوهات متوقعة والرابط بتاؤها ان شاء الله برضو موجود في الوصف اسفل الفيديو نروح للمتحان رقم خمسة بقول محمد and want to meet up طبعا كلمة meet up بمعناية قابل بيقول hi are you busy tomorrow no I am not would you like to meet up tomorrow رأيك نتقابل غدا فهيرد عليه shall we go to sport center رأيك نروح للمركز الرياضي فرد عليه بإجابة تكملتها I am not interested not interested يعني مش مهتم يبقى معنا كده نوافق وقال مش موافق اكيد مش موافق سؤال قال له we can go to the cinema نروح السينما هل يطرى في فيلم كويس فرد عليه great سؤال we can meet at three o'clock نروح باللسؤال الاول would you like to meet up tomorrow يبقى هيقول له yes it is a good idea يعني فكرة رائعة shall we go to the sports center هيقول له sorry i disagree يعني مش موافق او او يقول له sorry i am not interested لأ مش مهتم اوي طب التانية هيقول له سؤال قال له we can go to the cinema يبقى ممكن يقول له what do you suggest طب يا طرق اقتراحك ايه او ممكن نقول له where can we go حال تانية ممكن نقول where can we go طب يا طرق ممكن نروح فين قال له we can go to the cinema قال له is there a good film هل يطرق في film كويس يبقى هيقول له طالما اقتراح يبقى اكيد yes يبقى yes there is a good film طب سؤال قال له we can meet at طالما جاب لوقت يبقى هنقول when عندي كان يبقى هنعمل عمية المقص يبقى when can we ونحط كلمة meet طب يا طرق ممكن نتقابل امتى فقال له at three o'clock نروح للسؤال التاني مديني experiences have has social و 4 million people 4 مليار شخص use space media خدناها طبعا على بعضها يبقى هنحط كلمة social media اللي هو سائل التواصل الاجتماعي in their daily lives حياتهم اليومية بعض الدراسات طبعا ديت جمي بقى نحط كلمة have shown أو found يعني وجدت that around all people report feeling upset and طبعا ما قال لي upset يبقى اكيد المراطف معها كمان كلمة anxious اللي يقل يقل after using social media on the other hand معنا على الجانب الاخر social media can be helpful because we can share طبعا يشارك وان التجارب الشخصية يبقى experiences طبعا خدنا الكلمة الاخيرة ان اللي يتجارب علمي القطعة يعني كانوا اصدقاء في الاجازة رحوا يتمشوا في الغابة اللي هو بيستمتعوا بي الجمال بتاع الطبيعة صد اللي فجأة يبقى في مشكلة جاي نحيتهم زي became frightened اصباحوا خائفين ميزو يعني كان عنده فكرة عن تسلق الاشجار اللي هو مين بقى ميزو يعني طلع بسرعة وجير بسرعة يعني لسبب ايه صاحبه مفكرش في صاحبه اللي كان معاه يبقى انا كده ان هو صديق جيد ولا باد اكيد باد ميزو كانش عنده اي فكرة ازي تسلق الشجر طب كده قدامه لحظات وهيموت فقعد يفكر سمع قبل كده ان الانيمال ما بتفضلش اكل الاجسام الميتة وكتم ايه نفسه يعني عمل نفسه ميت الدب قرب منه وبدأ يشمه يعني سابه ومشي يبقى كده الخطة بتاعته نجحت طبعا صاحبنا بقى ميزو واقف فوق الشجرة وشايف الموقف لما الدب ميشي نزل لصاحبه قاله what did the beer whisper into your ears يا ترى همس في ودانك قالك ايه ميدو ربلايد اجاب the beer يعني ابتعد عن from friends like you ان انا ابتعد عن الاصدقاء اللي زيك طب سؤال هل فعلا البير البير اتكلم مع ميدو ها اللي يعرف الاجابة يسيب التعليق في الكومنتات هل فعلا اتكلم معاه وداله النصيحة دي ولا لأ طب نروح للسؤال الاولاني بيقول ابير انه طبعا اللي هو الدب is a kind of نوع من ولا طبعا يبقى كلمة اللي هي الحيوانات بتحب يبقى هنا كلمة يعني ابتعد عن في القطع معناها يكون صديق يتوقف عن معرفة يحافظ على صداقة ولا كل طبعا يبقى هنا كلمة سؤال الانسر كانوا بيتمشوا فين طبعا يبقى هنا نقول زي went walking into the forest اللي الغابة طبعا who ran up من اللي جري وصعد the tree الشجرة طبعا يبقى هنقول ميزو ran up the tree طبعا بول do you think هل تعتقد ان ميزو is a good friend طبعا الاجابة اكيد no يبقى هنقول no he isn't وطبعا اكيد هيجي يقول لي مسلا why يبقى he ran up and lift his friend او ممكن نقول he thought of يعني فكر في himself only طبعا سؤال الاختيارات بول an space is a prize for an event or a competition الحدث او مسابقة طبعا يبقى an award انه طبعا لي جائزة we use the prefix dis to give the space of adjective appointed طبعا appointed يبقى عكسها this appointed يبقى هنا بنتكلم على كلمة anthony to form the noun from teach we add طبعا teach عشان نحاول الاسب يبقى بنقول teacher the word space has the same meaning as workers العمال طبعا يبقى العمال لفريق العاملين في مكان يبقى قلنا كلمة stuff اللي هي الاجابة رقم a ignore يتجاهل is anthony of كلمة ريسبوند ولا ريبلاي ولا فورجت ولا a and b لا يبقى هنا a and b ريسبوند معناها يارد استجيب سوى كلمة ريبلاي يبقى a and b يعني نجح في الامتحان this means he يطرى failed ولا missed ولا lost ولا passed لا يبقى كلمة نجح في الامتحان سؤال تصحيح طبعا قلنا مفتاح الجملة دي كلمة زان يبقى الدرجة التانية هنا صفة طاولة يبقى طبعا هنا حسب المعنى يبقى اقل غلوا من يبقى 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 زان طبعا قلنا يبقى معها كلمة نور من الجمل المهمة جدا وموجودة في كتاب الورق وبقر نركز عليها القرى المقصوبة هنا الناس اللي في القرى يعني لما سموا عن الخطة يبقى هما اللي كانوا فرحانين يبقى هنا كلمة على طول حفظنا طالما جاب لمدة جمع يبقى معها كلمة فور مفتاح جملة دي يبقى هنا الفعل باست ماضي يبقى نحط كلمة يعني كانت تريد يعني يعني اخر اجازة انت قمت بها طبعا محلولة اه اسماعيلية في البراغراف او في الريفيو بتاعنا في الفيديو ان شاء الله اللي الرابع بتاعه موجود في الوصف اسفل الفيديو دوت نروح الامتحان الاخير معنا ونركز بقى فيه علشان هنشوف معاه طريقة حل الاسئلة في ورقة الاجابة طبعا المفروض بنتعامل مع ورقة الاجابة خلاص بنبدأ المفروض من ناحية الشمال عكس المواد التانية كلها المواد التانية كلها المفروض بنبدأ الكراسة من ناحية اليمين لا في الانجليز هنبدأ من ناحية الشمال الصفحة الاولى طبعا بيبقى موجود فيها اللي الورقة الخارجية بيبقى موجود فيها التيكت بالبيانات بتاعتنا لالاسم ورقم الجلوس والبيانات الاسئة بتاعتنا طبعا بنقلب الصفحة بنسيب ظهرها فاضي ونبدأ بقى من الصفحة اللي هي على اليمين بتاعنا اللي هي الصفحة الاولى طبعا لما نجي نتعامل مع الامتحان مفروض كل سؤال كل سؤال هيكون في صفحة لوحده خلاص بنكتب الاجابات فقط مش بنكتب اسئلة بنكتب الاجابات بس بنشوف السؤال الاول اللي هو سؤال الديالوج بنبدأ نتعامل معه بالشكل الاتم طبعا بيقول لي خلاص بنقرأ المحادسة الاول وبعد كده بنشوف زي ما تعلمنا قبل كده بول اباسنجر اللي هو مسافر بيحاجز تذكر ليه اسوان سؤال قال له وحنا بنقرأ نحط خط تحت الحاجات الزهرة في المحادسة اسوان هنا المكان يا طرح هيمشي امتى القطر هل يا طرح محدد لوقت معين ولا حط اي وقت حسب الحوار طب من اي رصيف سؤال قال له يعني مية وخمسين جنيه فرد عليه طب كده خلاص بقى احنا قرينا المحادسة وهنبدأ بقى نجاوب في ورقة الاجابة المفروض بعد ما سطرنا بقى الورقة بتاعة الاجابة نسطر باي شكل او باي طريقة تعجبنا بنكتب هوات رقم واحد رأس السؤال اللي هو كلمة ايه يبقى هنقول زي زي following طب بطلوب مني كام اجابة بطلوب مني خمس اجابات يبقى واحد اهيت ونقوم كاتبين الاجابة بتاعتنا اللي هو بيقوليه بقى سؤال قال له يبقى هنا هيقوله ونحط كلمة ده سؤال يبقى حطينا علامة ايه استفهام طب بنسيب بقى سطر او اتنين خلاص ونبدأ نكتب السؤال رقم اتنين او الاجابة رقم اتنين بيقول وين ض ز ترين ليف يا طرى القطر هيمشي امتى مش محدد لوقت معين بنسطب وين وضز نبدأ بكلمة ز ترين يبقى هنقول ز ترين ليفز ونحط اي وقت بقى ات مسلا ودس ري او يبقى ز ترين ليفز ات سري ونحط كلمة او يبقى هيمشي الساعة كام الساعة تلاتة برضو هنسيب سطر او اتنين ورقم تلاتة بيقول اي رصيف برضو مش محدد لي رصيف معين يبقى هنشطب كلمة وضز يبقى هنقول طبعا عشان شطبنا كلمة ودي كلمة ونحط اي رقم مسلا ونحط برضو سطر او اتنين فاضيين رقم اربع سؤال اجابته is one fifty باونز يبقى هنا بيسأل الساعة والتمن يبقى اجابة سابتة يبقى هنقول هاو ونحط كلمة much is za ونحط كلمة ticket يبقى هاو much is the ticket ونحط علامة استفهام طبعا سطرين ورقم خمسة بيقول za ticket is one fifty باونز يبقى الباسنجر هيرد عليه يقول له اوكي here you ونحط كلمة are يعني اتفضل او اوكي here you are يبقى ده شكل السؤال الاول في ورقة ورقة الاجابة طبعا زي ما قلنا بقى بنسطر الورقة بنزبط الورقة ونحط الاجابات بنفس الشكل دو طب نروح بعد كده ليه السؤال رقم كام رقم اتنين طب حل في نفس الصفحة اتفقنا لا بقى طالما هحل الامتحان يبقى كل سؤال هيكون في صفحة لوحده نروح ليه الصفحة رقم اتنين خلاص برضو هنكتب لو اعتبرنا دي هت الصفحة رقم اتنين هيت هنكتب رأس السؤال هنكتب اتنين ونكتب رأس السؤال اللي هو read and complete يا طرق لازم انا اكتب رأس السؤال كله لا ممكن نكتفق بي اول كلمتين وخلاص طب المطلوب مني في السؤال دو كام اجابة اربع اجابات يبقى واحد اتنين تلاتة ودي اربع ده الشكل ونحط بقى الكلمة اللي احنا اخترناها طب هنا بمديني كلمة one wins positive happy وunhappy طب بيقول I am worried about my sister she is so خدنا طبعا ديت في تيكست قبل كده قلنا طبعا يبقى unhappy يعني غير راضي او غير ساعد به يبقى هنحط كلمة unhappy اده الكلمة اللي انا ايه اختر طيب احطت unhappy ميش unhappy about her appearance how can I help her feel more space تشعر بي يبقى هنحط كلمة positive positive ليا ايجابي عن نفسها طب نكمل about او more positive about herself people like her ناس بتحبها and she has space prices for her art طبعا طالما جاب لهاز يبقى هنحط كلمة one على طول يبقى كذبة طب رقم اربع بيقول about her the only negative thing about her is her opinion of herself it is really bad for her space health خدناها على بعضها يبقى كلمة mental health اللي هي الصحة الايه الصحة العقلي خلصنا السؤال نقلب الصفحة ونروح لصفحة تاني اللي هي سؤال القطع يبقى هنكتب رقم تلاتة هي read and answer اهم حاجة الرقم بتاع القطع اللي عايز يكتب السؤال كله read the following tickets then answer the questions ما فيش فيها اي مشكلة طب السؤال دو زي ما قلنا ها مطلوب مني كام سؤال ستة يبقى هنا اتأكد ان انا حط ستة اجابات طب الستة دورت عبارة عن ايه عبارة عن رقم ايه اللي هي choose اهي هكتب كلمة choose طب في سؤال choose مطلوب مني كام اجابة تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة الجزء التاني من القطع اللي هو رقم بي اللي هو answer يبقى هكتب كلمة answer مطلوب مني كام اجابة تلاتة برضو اربعة خمسة ودي ستة طب خلاص انا زبطة هوت ورقة الاجابة نروح بقى للاسئلة ونشوف الاجابات هتكون ايه بيقول there was an old man كان في رجل عجوز he was a salt seller بيبيع ملح خلاص he was a salt seller he used to carry the salt bag يعني كان متعود يشيل الشنط بتاعت او الشولة بتاعت الملح on his donkey على زهر الحمار بتاعت to the market ويروح السوق every day on the way they had to cross a stream يعطوا على مكان زي بركة مية يعني one day the donkey suddenly fell down the stream وقع في قلب المية and the salt bag also fell into the water وطبعا الملح وقع في المية طب معنى كده ان الملح ده يعتبر هيدوب فهي هيخف شوية the salt dissolved معنى هدف المية in the water so the bag became very light اه عشان كده الشوال اصبح ايه خفيف to carry the donkey was happy اه الحمار فرح طبعا طب نفكر بقى هو اكيد بيفكر ايه then the donkey started to play the same trick بدأ بقى يعمل نفس الخدعة everyday ايه نفس الخدعة كل ما يجي عند المية يقوم واقع عشان الحمل يقل the salt seller came to understand بدأ يفهم the trick and they decided to teach a listen to it وقرر يعلمه درس ايه دي تيت مقصوب بها مين صح اكيد اللي هو the donkey زا نكس داي هي بوت a cotton bag بدل ما يحط ملح لا حمل اطن on the donkey again it played the same trick بدأ يعمل نفس الحركة يجي عند المية ويقع hoping that the cotton bag would be still become lighter على امل بقى انها تبقى ايه خفيفة وطبعا احنا عارفين العكس القطن لو وقع في المية بيتشبع بالمية فبيتقل but the wheat cotton became very heavy to carry and the donkey suffered كلمة سفر يعني بدأ يعاني it learned a lesson وبدأ اتعلم الدرس it didn't play the trick anymore معاعتش خلاص بيعمل نفس الخدعة after that day and the seller was happy والراجل كان سعيد ان الدنكي اتعلم الدرس طب خلاص نشوف بقى الكلام ده في ورقة الاجابة بيقول the underlined the word it refers to كلمة it خلاص من القطعة فهمنا اللي هتشير الى مين the donkey يبقى هنقول the ودي كلمة donkey ادي الاجابة بتاعتنا بس طب the old man took كان بيودي الملح فين طبعا يبقى كلمة market اللي هو السوق طب اللي بعدها بيقول when the cotton bag fell into the water لما الشوال بتاع القطن وقع في المية it became يا طرق اصبح ايه طبعا طالما بيتكلم على القطن يبقى هنا اصبح heavy يعني سقيل انما لو بيتكلم على الملح كنت هقول كلمة light طب خلاص كده خلصنا الاختيارات نروح لي الانسر بيقول what did the old man sell الراجل ده كان بيبيع ايه خلاص حفظنا يبقى هنقول هي الماضي من سلي يبقى كلمة sold ونحط كلمة sold اللي هو الملح طب السؤال اللي بعده بقول how did the man carry his goods جدز ده المقصوبة البضائع اللي هو الملح يعني يبقى هنقول هي الماضي من كاري يبقى كلمة carried it on his donkey طب بقول who is more intelligent يعني من الازكة the man or the donkey طبعا الحمار كان نحاول نوعاته زاكة على الراجل ولكن الراجل فهمه واعلمه درس يبقى طبعا هنقول the man was او نقول بقى is اللي هي موجودة عندي في السؤال is more ونحطي كلمة intelligent عايزين نكمل زين زا ايه زين زا donkey طبعا المفروض بقى وإحنا بنحل او بنرتب الورقة طبعا ده عنوان مفروض بنكتبه خلاص ونحط طبعا تحته آآ خط نفس الشكل بقى بنحط خط هاية وهنا برضو تحت الانسر بنحط خط عشان نميز بس ان دو رأس الايه رأس آآ السؤال طب بعد كده هنروح لي ها الصفحة اللي بعده وهنحل فيها سؤال الاختيارات طبعا مطلوب مني زا ما قلنا في سؤال الاختيارات ست جمل هنكتب رأس السؤال اللي هو اربعة اهوت ونكتب كلمة choose the correct answer يعني اختار الاجابة لايه صحيح مش لازم بقى نقول ايه بي وكلام طب لما نجي نجاوب ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وادي ستة طب السؤال دو نتعامل معاه ازاي في ورقة الاجابة بقول حاجة كويسة انت عملتها يبقى هنا هنحط كلمة achievement طب achievement ديت الاجابة رقم كام رقم ايه يبقى هنكتب هنا خلاص بين قصين كده هوت هنقول number a اهيت ونكتب الكلمة جنبها اللي هي كلمة achievement طب رقم اتنين the space of kind is unkind kind يعني طيب unkind يعني سيء يبقى هنا لاتنين دولار اعتبروا ايه عكس يبقى عكس هنا هنحط كلمة ايه الاجابة رقم كام سي يبقى بين قصين هنكتب سي اهيت ونكتب الاجابة يبقى نحط كلمة وكده خلصة الاجابة طب يعني كلمات متساوية او مترطفة الان يبقى كلمة upset يبقى هنا اخترنا الاجابة رقم ايه حطينا رقم ايه ونحط الكلمة يبقى كلمة upset طب رقم اربعة بيقول we add space to quick to form the adverb كلمة quick عشان نحاولها الحال بنقول ايه quickly بنزود لها ايه الواي طب الواي ديت الاجابة رقم كام ايه ايه برضو يبقى هنقول الواي طب رقم خمسة we add the prefix space to give the opposite عكس of advantages طبعا عارفين advantages العكس بتاعها disadvantages يبقى اللي جابة رقم ب يبقى هنحط بي اهيت ونكتب الكلمة يبقى this the i is طب رقم ستة بول what is the matter يعني ما الامر the word matter here means كلمة matter يطرى معناها problem ولا wrong ولا opinion ولا ايه عند بي احنا خدنا لما عبر او وجاء اسأل شخص عن المشكلة بنقول what is the matter او what is the problem او what's wrong يعني اللي اتنين ينفعهم problem و wrong يبقى هنا هنختار الاجابة رقم كام دي اهيت ونحط الحل يبقى a and b بنفس الطريقة خلصنا السؤال يبقى هنروح للصفحة اللي بعده زي ما اتفقنا كل سؤال هيكون في صفحة السؤال دوت رقم كام رقم خمسة ادي رقم خمسة بنكتب رأس السؤال اللي هو كلمة complete اهيت كتبنا كلمة complete عايزين نكمل للاخر ما فيش مشكلة يبقى complete مطلوب مني كام اجابة ها خمسة ادي واحد اتنين وانا بقى بنسيب سطرة او اتنين فرغم ما فيش مشكلة كده كده الصفحة كبيرة قدامي تلاتة اربعة وادي خمسة طب بنحط الاجابة بس بول نوها ويرك از افلانتير سينس شي ليفت سكول طبعا هنا عند قاعدة يبقى المفروضة اجيب قبلها مضرأة تام يبقى هنحط كلمة هاز ويرك طب اللي بعدها بول طبعا نقولنا كلمة بجيب بعدها او صورة كلمة بجيب بعدها مصدر بدون اضافات يبقى هنحط كلمة بمعنى يشجع طب اللي بعدها طبعا هنا عندي كلمة ما بيجيش هنا في الجملة او في الشكل دوت طبعا ممكن نحط كلمة طالما الجملة بتعبر عنها يبقى نحط كلمة من اجمل الجملة اللي ممكن تقابلنا طبعا ما هقول زا هيت لا احنا قلنا لو جاب للدرجة التالتة من المقارنة وجاي قبلها ملكية زي ماي او الابسترو في اس الملكية بنشيل كلمة زا يبقى الصح بس هنا هنحط كلمة اول دست حد يقولي طب ما الجملة صح اذا هي تاخد الفعل في اس بس خلي بالك الجملة هنا بتتكلم عليه ماضي يبقى هنحط على طول ها كلمة السوام لان التعبير when he was young ده يدل دايما على ماضي بسيط طبعا خلصنا نروح للصفحة رقم ستة عندنا والسؤال رقم ستة اللي هو الرايتينج اللي هو بيقولي رايت اه بايجرافي او باوت يبقى هنقول كدوات عنوان رايتينج اللي هو الكتابة خلاص طب المفروض بقى لما نيجي نجاوب على السؤال دوت في الامتحان نتعامل معاه ازاي ناخد بالنا من الشكل بنسطر خلاص او بنعمل زي مستطيل كده بنفس الشكل دوت اهوات عشان يبقى الكتابة بتاعتي منظمة خلاص طيب بنيجي في نص السطر ونكتب اسم الموضوع هنا بيتكلم على خلاص بتكلم على يعني بنتكلم على نموذج مثلا احنا معجبين بي يبقى هنقول زي بيرسون اي ونحط كلمة ده رأس لايه السؤال او العنوان بتاع البيوجرافي او الكتابة بتاعتي طب بنبدأ من اول السطر خلاص بنسيب فراغ في البداية ونبدأ كابتل ناخد بنا بقى بداية كل جملة بتكون كابتل طب هنا هقول زي ودي كلمة بيرسون اي اي ادماير او او ايه 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 ونحط بقى الشخص نتكلم مسلا عن محمد صلاح يبقى نقول محمد وادي صلاح خلاص طبعا الموضوع بقيته مكتوب في الفيديو خلاص ايه اللي الرابط بتاعه موجود اسفل ايه الفيديو ولكن بس هنتعلم حاجة طبعا هنا هنا سيبنا فراغ اول حرف في الجملة لازم يكون كابتل خلصت الجملة حطيت فلسطوب طبعا نكمل هقول اي سينك هي از ا جود موضل يعني نموذج جيد فور اول السطر بقى خلص يبقى هنبدأ من اول السطر بقى عادي خالص فور اول يونج بيبل يعني لي الشباب خلصنا حطينا ايه فلسطوب وهكذا بقى هنكمل كتابة لحد ما نخلص الموضوع بتاعنا يبقى بنسطر التصطيرة ديت خلاص ونحط الشكل دوت ونكمل كتابة اه للاخر اخر نقطة بقى خالص بعد ما خلصتها هوت مفروض بنشوف ورقة الاسئلة خلاص قدامنا ورقة الاجابة قدامنا ونتأكد ان الاجابات كلها موجودة في ورقة الاجابة يبقى السؤال اللي احنا جاوبناه نعلم عليه يعني السؤال الاول مطلوب مني خمس نقط اتأكد ان انا كتبت خمس نقط طب يا مستر حد يقول لي ان انا مثلا وانا بحل اي سؤال فيه سؤال وقف قدامي طب اعطل نفسي بقى وعد افكر في السؤال دوت دقتي تلاتة خمسة عشرة وضيع وقتي لا علم على السؤال دوت ويسيبه ان انت ما جاوبتوش وكمل اجابتك عادي خالص للاخر وبعد كده في الاخر خالص لما تخلص ارجع ليه السؤال دوت ويفكر فيه براحتك داي او خمس داي قدام سؤال او قدام جملة وتعطى نفسك عن بقية الامتحان انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة وشرح الترم التاني لصف الثالث الاعدادي